بدايتنا مع ملفاتنا الصحية وبالتحديد مع صحة المرأة الحامل حيث يعاني كثير من النساء من الإصابة بمرض السكري خلال أشهر الحمر أو الحمل لهذا أسباب عدة بطبيعة الحال سنتعرف على تفاصيل هذه الحالة المرضية وغيرها مع الدكتور محمد العراقي اختصاصي أمراض نسائية وتوليد ضيفا معنا بالاستديو صباح الخير أهلا وسهلا فيك معنا يا دكتور أهلا فيك يا دكتور يعني بداية لابد أن نتعرف معك على شكر الحمل أصلا ما هو بداية لحضرك بدأت اللقاء بالسعادة الحمل ده أحد السعيد صحيح والسكري هو أحد الحاجات التي تحدث مع الحمل وينتهى إن شاء الله بأنها سعيدة الحمد لله يعني إذا كنتم بمتابعة هو السكري طبعا زي ما كلنا نعرف وزي ما قدمت حضرتك هو مرض ينتشر في القرات الخمس ويعني هو بسموه المرض بتاعه اللي هي المناطق اللي هي الأكثر غناءا أو اللي هي اللي فيها توفر التغذية أكتر إلا إن الحمل له خصوصية خاصة بيه إن الحمل نفسه هو بسموه هو نفسه يصنع السكر فالحمل اللي هو السكري في الحمل هو ارتفاع السكر زي المرض في غير اللي هو المريض المرض اللي ليس هو حوامل يعني إلا إن السكري في الحمل له خصوصية له نوعين أكتر نوع إضافي غير اللي موجود في الآخرين يعني بالارتفاع السكر في الحمل بتقسم لجزئين الجزء اللي هي السيدة التي تعاني من السكري يعني قبل أن تحمل والتالي موجودة عندها والسيدة التي يصيبها السكري بعد الحمل ففي نوعين النوعين دول كل نوع منهم بينقسم أيضا إلى درجات وإنما بيجمعهم مع بعض إنه هو ارتفاع السكر نعم ارتفاع السكر هو السكر في الحمل طب أعراضه هل بتختلف عن الأشخاص اللي بتعاني من مرض السكر مثلاً ولا لا؟ هو يعني بالنسبة للأعراض برضو زي ما قسمنا لهذا المرض إلى جزئين اللي هي اللي عندها مرض السكري كان موجوداً قبل ذلك فالأعراض بتاعت السكري بتبقى واضحة نفس الستة بتبقى عرفاها حتى لو السكر عيلا الأعراض تزيد يعني تشرب كتير تعتش كتير تدخل توالد كتير تأكل بكسرة ومع أكلها الكثير تفقد الوزن أيضاً خاصة إذا كان السكر غير يعني 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 في رعاية طبية غير كاملة يعني بالنسبة لي فتفقد زي أعراض أخرى ممكن تحدث يعني يعني في بعض اللي هي السوء اللي هي العلاج أكتر أو كده أو في بعض المواقف معينة تدخل في بعض اللي هي المشاكل اللي هي الصحية الأكتر اللي هي وجود يعني حمضية في الدم نعم وتعمل نوبات أو وجود نوبات إغماء مثلاً مع السكر أو كده هذه الأعراض تعتبر هذه مضاعفات خطيرة؟ هي المضاعفات الحمد لله مرض السكر يسمونه مرض طوال العمر يعني ما دمنا نتعامل معه بطريقة صحية وسليمة ونتابعه باستمرار نعم إنما الأعراض بتاعته أحياناً بتكون قاتلة يعني إذا دخل في غيبوبة سكر وهو في سيارة ولا هو كذا فبتكون أكيد لها مشاكل كبيرة يعني إنما مع الحمل بيحصل أكثر حاجة تانية اللي هي وجود اللي هو الكيتو أسدوزيس أو وجود اللي هي الكوتنات الحمضيات اللي هي ممكن تزيد في مواقف معينة مع الحمل زي بعض اللي في بداية الحمل لأن السيدة بترجع كتير قوي وممكن عندها يحصل زيادة اللي هي الأحمض النتيجة عن هذا أو الكتونات يعني وأيضاً ساعة ما بتاخد مثلاً ما هو شائع اللي منذ حقنة الرئة اللي أحياناً اللي هي عبرها عن كورتزون فلما بتتاخد فترة من الممكن أنها تحدث هذا أيضاً لو حصل لها يعني أي نوع من أنواع العدوى اللي هي الشديدة التي لم يتم علاجها بسرعة ممكن تدخل برضو في هذا الموقف بعض الستات اللي بيحدث لهم يعني ولادة مبكرة ويتم منعها ببعض الأدوية بعض الأدوية اللي بتستخدم هي أيضاً تحدث هذا النوع من الخطورة ليست هذه الخطورة هذه يعني إذا بسألها خطورة ميديكال ممكن يتعامل معها وعلاجها إنما الخطورة الأكتر اللي هي يعني تضيع السعادة بتاعت الحدث اللي هو الحمل إنها ممكن بقى تحدث للحمل نفسه أو للجنين يعني ونتكلم عنها في وقته طيب قبل أن نبدأ ونتحدث عن هذه المضاعفات لكن دعنا نعود خطوة إلى الوراء ربما نتحدث عن الأسباب التي قد تؤدي لسكر الحمل خصوصاً عند إمرأة أصلاً لا تعاني من السكري تمام يعني زي حضرتك حددتي قلت اللي هو السكر اللي بيجي في أثناء الحمل اللي أمكانت شيلوه سابق قبل كده وجود يعني طبعاً هي في عوامل بيسموها ريسك فاكتورز أو اللي هي عوامل الخطورة اللي ممكن تؤدي إلى حدوث هذا يعني بتتحطي الريسك فاكتورز دي فيه إزاي نتعامل مع السيدة الحامل وإزاي فيه واحدة بنعمل لها اختبارات عشان نحدد الريسك ده اللي موجود ده ونتعمل لها ونتشف السكري فالناس بينقسموا لجزئين اللي هو هي ريسك والله ريسك أو اللي هم زوات المخاطر العالية وزوات المخاطر المنخفضة المخاطر العالية بتبقى لها حاجات أولاً السن السيدة اللي هي يعني الحامل اللي هي سنها أكبر من سن الخمسة وعشرين سنة وحياناً يقوله التلاتين سنة هي معرضة أكتر السيدة اللي هي اللي عندها يعني يعني عائلياً فيه موجود السكري موجود سواء عند الأم عند الأب عند أخت من الأخوات عند توقم فرق توقم تاني نوع التوقم اللي هو اللي كان موجود فهؤلاء من القصة العائلية اللي بتتاخد فيه يعني ما بنعمل بوكينج أو بنعمل يعني أول ما بنسجل السيدة أنها هنتبعها نعم ده بيتحط إذا كانت هاي رسك من ناحية اللي هي هذه الجزئية حاجات تانية اللي هي الوزن الوزن إذا كان فيه عندنا الوزن على حسب بسموه البودمس اندكس أو اللي هي الكتلة اللي هي بتاعت حسب الطول وحسب الوزن يعني في بعض الناس اللي هما بيصنفوا إنه هما أوبتمام يعني طيبين ما بين عشرين وخمسة وعشرين مثلاً في المية وفيه ناس اللي هما أكتر من ثلاثين بنسموهم أوبيز فيه ناس مربط أوبيز يعني يعني اللي هو سمنة مفرطة أوي أوي أكتر مثلاً من خمسة وثلاثين وفيه أشد أكتر من أربعين على حسب شدة الوزن ده بيكون فيه مشكلة طيب فيه أسباب تانية آه نعم فيه أسباب تانية اللي هي الست اللي هي عندها في الفترة من فترات حياتها السكر علة عندها في حمل سابق السكر علة وفي الحمل وكانت قالت أنا أصبت بالسكري في حمل وخلاص وراح وبعد كده انتهى هي عندها استعداد مرة أخرى أن تصاب بالسكري أيضاً اللي هما السيدات اللي عندهم بنسموهم قصة حزينة في ايه في الولادة يعني في فترة الحمل يعني اللي هي الست اللي جابت طبعاً طفل فوق اللي أربعة كيلو ونص ده الوزن الكبير ده بيؤشر أن احتماد يكون كان فيه عندها سكري زائد أن هي طبعاً المشاكل ممكن يكون حصلت للطفل اللي هو بتولد إذا كان بتولد خاصة يعني طبيعي طبيعي وممكن يحصل كتافه يعني تتحشر بعد ما راس تنزل وهكذا الحاجة الطفل اللي هو مات يعني في قرب موعد الولادة السيدة اللي راح تتابع تلقى الطفل مات بنسموه يعني بنسميه اللي هو يعني موت مفاجئ للطفل غير محدد السبب الطفل اللي هو في أثناء الولادة تولد ونزل ما أخدش نفس نسميه ستيل بيرس أو اللي هو مجرد فقط لغير ولد دي طبعاً دي حاجة إيه سيئة الطفل اللي هو يعني يعني غير اللي هو الحجم الكبير لو في عندها مشكلة أكبر بالنسبة للسكر ده اللي هو لم ينمو نمو طبيعي حجمه كان صغير يعني فضل جينا في اللواء في الفترة اللي هي الأخيرة وما كبرش أصيبت ببعض اللي هي الأعراض بتاعت الحمل اللي هي من أسبابها السكري ست بطناءة كبرت زيادة عن اللزوم قوي قوي جينا نبصني أنا مليانة مية مية لحوالين الطفل كانت ايه كتيرة جداً الستة هي بتعمل اللي هي المتابعات اكتشفت أن الطفل عنده عيب خلقي في القلب خاصة أو بعض العيوب الخاصة بالسكري بالذات كل دول بنصنفهم اللي هما السيدات زوات المخاطر العالية أنه يحدث لهم سكري حمل نعم طيب دكتور في حالة أنا بعرفها صراحة أنه هي الشخص كلما كان يصير في حمل كان يصير في طرح كما يقال طرح يعني طلع السبب أو إجهاد طلع السبب أنه هي يصاب بسكر الحمل وما كان يعرف الأطباء وتم علاجه فصار فيه تمام والأمور عال العال وصار عنده الأولاد فخبرنا لأي مدى ممكن يأثر صراحة يعني سكر الحمل على المرأة بحد ذاته والجنين أيضاً يعني بالنسبة طبعاً للمرأة بقالها طبعاً المشاكل اللي زي قلتنا لحضرتك عندنا الحاجة الرئيسية أو اللي هو الأكثر حدوثاً وشيوعاً مع الحمل السكري هو الطفل الكبير الطفل الكبير ده هو ممكن السيدة يعني تحمل في طفل حجمه كبير يوصل لفوق الأربعة كيلو ونص ويكون ده من غير سكري لكن اللي بتاعت السكري دي الطفل اللي هو الحجمه كبير ده له خواص خاصة هو لوماجانس يعني طفل كده إيه كتافه عريضة أكتر من اللازم بينما راسه السكر اللي موجود على مدى الحمل وما كانش بيتابع كويس وما كانش بتزبط يعني بيخلي الطفل اللي هو يعرضه أو من فوق كده وراسه هي حجمه هي هي ساعة ما يتولد يحصل له طبعاً إيه مشاكل لبقى دي أول حاجة اللي هو الحجم الكبير العكس بقى اللي هو الطفل الذي لا ينمو صغير حجمه يوصل حجمه صغير واتعمله يعني دوبلر يعني عشان نشوف الدم اللي داخله نبقي الدم اللي داخله قليل جداً وممكن يموت ودي عند بعض السدات اللي هما السكر عندهم متقدم وعالي وما بتعالجش يعني طبعاً ده بالنسبة للايه بالنسبة للايه الجنيب نتكلم عليه الجنيب أيضاً ممكن يحصل له مشاكل تانية لعيوب الخلقية العيوب الخلقية الخاصة بالسكر دي عيوب خاصة بيجيش اللي مع السكر مثلاً زي اللي هو بيحصل عند الطفل حاجة اسمها انحضار عجزي يعني الجزء الأسفل من العمود الفقري بيحصل فيه عيب خلقي إن فيه عظمة كاملة اللي بسموها الحرقفة أو سموها السكرم يعني الأخر عظمة من العمود الفقري تبقى مش موجودة إذا ما تم ضبط السكر صح دكتور؟ إذا ما تم ضبطه طبعاً يعني مش كله هيجيله كده وبعد نسبة حاجات دي بالنسبة دي بنتكلم في 1-2% زيادة حاجة زي كده يعني هو الأطفال في كل 101-6 بتولد فيه نسب معروفة بيحصل فيهم بتزيد شوية زيد 1-2%-3% بالنسبة بقى لليه العيب التاني اللي هو عيب اللي هو القلب عيوب القلب عشان كده احنا لازم بنعمل الست في الضمنا الحاجات لما نتكلم عنه إزاي بنتبعه وكده يتم عمل يعني إيكو قلب للطفل في وقت معين عشان خاطر نكتشف هذا العيب إذا كده موجود بالنسبة للإيه بالنسبة للقلب طيب فيه عيب تاني بيحصل اللي هو شائع مع السكري اللي هو يعني عيوب القناة العصبية إيه العصبية دي بيحصل فيه إيه في القناة العصبية اللي يمر فيها اللي هو كل القناة العصبية من أول الرأس لغاية العجز من تحت ممكن يكون فيها فتحات اللي بيسموها سبينا بيفيدة أو حاجة زي كده ولها أنواع أو يكون عيوب في الرأس نفسها المخ مش موجود فيه مية متكومة داخل الرأس أو حاجات زي كده كل دي عيوب خاصة بالسكري طيب أفضل أكمل لا لا هو حضرك ده بالنسبة للطفل يعني اللي هي المعوبة الخلقية هو الطفل بقى متولد الطفل عندما متولد بتاع السكري له مشاكل عنده حاجتين زي دين وحاجتين نقصين الحاجة اللي هم اللي زي ده اللي هو النقصة الأول اللي هي السكر يعني على عكس ما هو السكر عالي طول الحمر وده بيخليه خلي البنكرياس عنده بقى يعني بروفيشنال بيطلع إنسولين كتير أول ما يتقطع الحبل السر وما عادش بيصال له سكر والإنسولين عنده عالي يحصل له هبوط مفاجئ في السكر وده ممكن يعمل له مشكلة كبيرة يعني قبطل أنه يلصد يعني الحاجة اللي هي التانية اللي هي الكالسيوم بيقى ناقص عنده ينقص عنده الكالسيوم بيقى ناقص عنده حاجتين تانين زي دين إنه الطفل ده بيبقى متورد متورد عنده نسبة الكورات الدم الحمرى والهيمجلوبين عالية قوي يبقى لونه محتقن زائد إنه بيبقى لإن الدم ده بيتكسر بسرعة فيعمل له صفرة فالحاجتين دول بقوا زي دين دول مشاكل بيتعامل معهم اللي أطباء الأطفال صحيحة ما يتولد إنه ما عنده مشكلة تانية أكتر هي اللي بحنا خيفين منها كأطباء أمراض نسا اللي هي مشكلة الجهاز التنفسي اللي هو إيه إنه هو يعمل بصورة يعني جيدة ولا لأ اللي بسموها إيه يعني عدم غياب اللي هو السيرفاكتنت أو اللي هو الملين اللي هو اللي موجود يخلي الصدر ينفتح وينضلق بصورة طبيعية فده طبعا يعني يكون أهم الأسباب للطفل يدخل بها حضانة بتاع الأم السكرية يعني دكتور إحنا أخفنا المشاهدين وإحنا بدأنا الحلقة بالسعادة فلكي نتفادى كل هذه المضاعفات لسمح الله لا بد أن نتحدث عن الحلول كيف يمكن أن تعالج المرأة وتتعامل مع حالة سكر الحمل الحمل دون أن يكون هناك مضاعفات عليها أو على الطفل تمام هو طبعا يعني كان السكري كان زمان كان له مشاكل كبيرة جدا بيؤدي إلى الحاجات دي إنما دلوقتي أصبح فعلا بتحل وفيه ساعات بس عشان كا احنا بنقول أنا بقول الحاجات اللي هي اللي بتحصل دي للطفل علشان الأم تعتني أكتر مش عشان تخاف جميل فإيه الحاجات اللي اللي قاحت ست عندها ريسك إنها تكون عندها سكر أو عندها سكر من قبل ذلك ونوية تحمل أول حاجة ما تحملش على طول لازم تروح للدكتور علشان يزبط لها الدنيا إيه الحاجات اللي بتزبطها الأول يعني الفترة إحنا عادنا نخوف الناس ونقول لهم اللي هي العيوب الخلقية اللي موجودة في الطفل هذه العيوب يمكن بطريقة يعني كبيرة جدا تلافيها إذا تم ضبط السكر في الأيام الأولى للحمل لأن العيوب دي بتحدث في أيام الحمل الأولى في الأسباع الأولى كمان خمس ستة أسباع الأولين فعشان كده الستة أول ما تكون نوية تحمل تروح للدكتور بيعمل لها إيه بيزبط لها السكر إيس لها السكر بيمشيها على لوق تكتب إيس السكر وهي صايمة وبعد ساعتين من الأكل يفضل متزبط عن دي ليفل معين هو بيفاهمه لها ويفضل متزبط كده شهر اتنين وبعدين الستة ايه تبتيت أحمل حاجة اتنين إنه بيدي لها حاجة سابليمنت إحنا قلنا إنه هو بيعمل القناة العصبية بفاهم مشكلة أكتر مع السكر الدفوليك أسد بجرعة أعلى شوية من قبل الحمل ما يبدأ خلاص تالت حاجة إن السيدة دي لو عندها السكر بقى عندها احتمال إنه يكون فيها بعض الإصابات بينبعاتها للدكتور المختص تالت دكاترة بيعملوا كنسولته معنا في حالة السكر أول حاجة اللي هو إيه اللي هو الدكتور بتاع اللي هو الكلا لأن أحيانا السيدة اللي عندها سكر بيكون هي مش دارية وعندها تسريب للبروتين من الكليا فلازم هو يزبط اللي هو الكليا دكتور الكليا ويقول لنا هل هي يعني عندها إذا تسريب ولا ما عندهاش كليا حالتها إيه الدكتور الثاني هو دكتور العيون دكتور العيون بيشوف إذا كانت اللي هي بيعمل فحص اللي هي القاع العين وبيحدد هل في مشكلة عندها في اللي هي الشبكية ولا بيش عندها مشكلة ويتم التعامل معها وتم وضع الست في الكاتجوري بتاعها المزبوط تالي الدكتور هو دكتور العيون بيعمل لها فحص للقلب ويحدد إن هي ما عندهاش أي مشكلة خالص وبيقى الحاملة إيه إن شاء الله بديها وهي عاملة والسكر بتزبط والأمور عندها إيه طبيعية جدا بنشوف الودة الضرقية بعد كده الودة الضرقية مزبوطة لأن المهمة خلاص تدية ستة تفضلي إيه أحملي طيب ستة حملت ساعة ما بتحمل على طول هي كانت ماشية على علاج فموي هنقول لا لا قافل علاج الفموي وهنقل على إنسولين طيب هي كانت من النوع السكري اللي هو اكتشفنا أنه من النوع الأولين السكري اللي هو الخفيف ممكن ندى ضايت أسبوعين ونشوفه إذا كانت تزبط خير وبركة ما تزبطش نبدأ برضو الإنسولين وبنزبط الجرعة بتاع الإنسولين مع متابعة اللي هو السكر ده في الجزء الأولاني من الحمل اللي هو الثلاث شهور الأولى طيب في الجزء الثاني من الحمل مهم جدا أننا نكتشف وجود عيوب خلقية أم لا الستة بتعمل بتعمل فيه تحليل اللي هو التريبل والقدر أو التحليل الكيمائي عينة من الدم وبتتسحب مع السنار اللي هو بتحط وبيقوله في المعمل هل فيه عيوب خلقية ولا هل فيه فتحة في القناة العصبية هل فيه تريزومي أي حاجات من دي بيقولها طيب بعد كده من الممكن بقى لو لقينا حاجة زي كده ممكن بنؤكدها بأخذ سحب عينة من السائل الأمنيوسي عشان يتحلل فيه نسبة قليلة جدا بتعمل هذا الكلام الحاجة اللي بعدها اللي هو المهمة جدا اللي هو بيسموه السنار التشريحي للطفل اللي هو بيشوف كل حتة فيه من أول رأسه وغاية صبع رجله إذا كان فيه أي عيب خلقي أو كده يتم التعامل معه يبقى ده من الجزء الثاني من الحمل الثلاث شهور الثانيين طيب ثلاث شهور اللي هم اللي بعدهم الأخرانيين هنا بقى خلاص حالي بنستعد لولادة وخايفين الطفل يحصل له أي مشكلة فبنتابع السيدة بيتعمل لها فحص للإطمئنان على حالة الجنين فيتال والبين فيتال والبين ده بيتعمل لها تست بسيط يعني بيتعمل على سواء بالسنار سواء بالجهاز اللي هو بتحطي يعني يؤيس اللي هي دقات طفل دقات قلب الجنين وبيحدد بطريقة ما إذا كان هو في حالة مضغوط عليه ولا في حالة جيدة بقى حاجة بسيطة جدا السيطة ده تولد إمتى ما عاوزينها ما تولد ما يحصلش عندها اللي هو المشكلة التنفس فهنعمل لها إيه لو هي السيطة كنترولد وكويسة وكل حاجة فيش مشكلة عند الإسبوع 38 بنولد طبعا الولادة طبيعي كل حاجة القيصري بس اللي هي أكتر من 4 كيلو ونص طيب السيطة اللي هي اللي ما يعيش يعني ما كانش ظروفها سمحت إنها تتابع اللي هو السكر بسريقة جيدة أو كده فهذه الممكن يتعامل لها صحبا من سائل أمنيوسي ونشوف هل فيه اللي هو السيرفاكتان اللي هو بيطلع عشان يزبط الرئتين ده اتزبط ولا لا بحيث إن هي أصبح الطفل الرئتين كاملتين لو تولد وفي الحال دي اللي من لقيه كامل بنروح مولدينها حتى الأسبوع سبعة وثلاثين قبل ما تدخل في مشاكل أنه الطفل يفقد أو كده إن شاء الله بإذن الله نعم طيب يعني إحنا وصلنا فعليا إلى الختام مضطرين أنه نختم دكتور لكن حقيقة استمتعنا جدا بهذا النقاش وهذه المعلومات التي وصلتنا ربما يمكن سؤال يطرح أو يطرح وكثيرون عذرا قبل الختام أنه هل قد يمكن خصوصا إذا أصيبت المرأة في فقط فترة الحمل في الغالب بيختفي يعني لأن إحنا ضلت حضرتك هو سكر الحمل الحمل نفسه هو اللي بيصنعه بيطلع من المشيمة هرمون اسمه يومن بلاسينتالاكتوجين ده بيروح عمل إيه بعاكس اللي هو الإنسولين ويوقف عمله بيروح يخلي بنسمي السكر وده في النص التاني من الحمل بنسميه ديابيتوجينيك يعني بيعمل سكر فإذا اختفى الحمل نزل المشيمة شلناها والست شالت البيب في إيدها وبقت سعيدة خلاص برضو هتبقى سعيدة بالسكر إن شاء الله شكرا جزيلا دكتور محمد العراقي اختصاصي النسائية والتوليد على كل هذه المعلومات القيمة جدا شكرا جزيلا